السلام عليكم وعلى بكم اخر كلام وحلقة جديدة على شاشة مكملين محمد معيت وزير المالية المصري بيتحفنا بتصريحات جديدة عن الاوضاع في مصر والحقيقة بيتكلم على ان الناس اللي برا بيحسدونا فكرت والله انزل مع الشباب في الاعداد هنا في لندن نمشي في الشوارع مثلا ونسأل الناس اخبار مصر ايه بتحسدوا مصر على ايه مثلا ايه اللي موجود في مصر مش موجود عندكم في بريطانيا يعني بحيث نتأكد الوزير محمد معيت بيحكي عن مين او بيتكلم عن مين والله دي فكرة فيديو ممكن فعلا هننزل عمله يعني انه ننزل في الشوارع هنا كده اسأل ناس والله وزير المالية المصري بيقول ان انتو بتحسدوا الناس في مصر ايه رأيكو ونسمع بقى من غير رقابة من غير تيت من غير صفارات نشوف الناس هتقول ايه او الناس اصلا دارية بالوضع في مصر ولا لا لكن محمد معيت الحقيقة بيتكلم ان احنا عندنا مشاكل في خروج اموال ساخنة من البلاد وفي نفس الوقت الناس اللي برا بتحسدنا طيب ازاي اللي اتنين ماشيين مع بعض الاجابة بس عند محمد معيت هو الوحيد اللي بيعرف هو الوحيد اللي بيفهم وطبعا زي ما قلنا انه السيسي هو فكرة صغيرة موجودة في كل الوزارات خلينا نشوف كده اه شبكة رصد الاخبارية نشرت الخبر عن خروج 23 مليار دولار خرجت من مصر في الفترة اللي فاتت وقال ان ده عام صعب للغاية على الاقتصاد المصري اه في نفس الوقت اللي محمد معيت بيتكلم فيه عن القصة دي وكالة بلومبرج بتنشر تقرير مهم الحقيقة عن التضخم نشوف كده الصورة من بلومبرج طيب هنا بلومبرج بتتكلم ان التضخم بيرتفع بشكل كبير جدا في الفترة الاخيرة بعد تعويم الجنيه المصري التقرير كان يوم 8.12 مبارح صدر هذا التقرير عن وكالة بلومبرج بالحديث بقى عن التضخم وخروج الاموال الساخنة موضوع طبعا الحسد ده وان الناس اللي بره بتحسدنا اكيد ما ينفعش نتكلم فيه معايا حد غير مع حضراتكو في الساعة التانية فجاهز نفسك كده في الاتصالات عندنا شوية ارقام لطيفة هنتكلم مع بعض فيها واسمع رأيوكو الناس اللي بره بتحسدنا ليه وعلى ايه وش معنى ايه اللي عندنا مش موجود عندهم ونحكي مع بعض ناخد وندي مع بعض وانتوا ردوا على محمد معد بمعرفتكو يعني لكن خلونا نروح كده الموضوع التضخم لانه مهم الحقيقة وفيه ارقام كتير جدا لافتة للانتباه في هذا العام نقلا عن وكالة بلومبرج فيه تقرير اللي قالت ان التضخم بيتسارع باعلى معدل له منذ خمس سنوات تعالوا نشوف مع بعض الارقام كده ايه بتقول ايه الارقام نقلا عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحسن طيب في 2021 كان التضخم في مصر 6.5% يناير 22 بدأنا في الارتفاع وصل لـ 8% مايو 2022 بعد خمس شهور فقط 15% كان التضخم اكتوبر 2022 وصلنا لـ 16.2% نوفمبر 2022 وصلنا لـ 18.7% واخيرا ديسمبر 22 وصلنا لـ 19.2% الرقم اللي قدام حضراتكو في ديسمبر 22 ده اعلى معدل تضخم وصلت له مصر منذ خمس سنوات طيب موقع مدى مصر الحقيقة نشر تقرير تاني بيتكلم عن معدلات التضخم واثارها على الاسعار على اساس سنوي تعالوا نشوف مع بعض كده في الرسم البياني اللي ظاهر قدام حضراتكو الخبز والحبوب المعدل التضخم فيها حوالي 52% الطعام والمشروبات 31% الألبان والجبنة والبيض 40% الأسماك والمأكلات البحرية 38% اللحوم والدواجن 30% السكر والبن والشاي والككاو والزيوت من 20% لـ 30% أرقام تانية مهمة أيضا وهي أسعار الطعام اللي بيرتفع 5% عن شهر أكتوبر في شهرين بس حصل ارتفاع كبير في أسعار الطعام زي ما الرسم مبين قدام حضراتكو الزيوت بـ 1.4% الخضروات 7.8% اللحوم 6.8% الأغذية والمشروبات 29.9% حوالي 30% وده طبعا أدى لزيادة الضغط الكبير على ميزانيات الأسر والشركات ترجمة نانسي قنقر